في اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بدعوة من نظره الموريتاني الفريق المختار بلا شعبان قام سيد الفريق أول سعيد شنجريحار إسواركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة إلى كلية الدفاع لمجموعة الساحل الخمس وكذا المجمع متعدد التقنيات بين واكشوت زيارة هذين الصرحين التكوينيين شكلت فرصة لسيد الفريق أول والوفد المرافق له للإطلاع عن كثب على التجربة الموريتانية في مجال التكوين العسكري والعلمي عالي المستوى حيث تابع عروضا مفصلة عن هاتين المنشأتين وقدمت له شروحات وافية عن أقسامهما ومهامهما التكوينية إثر ذلك تنقل سيد الفريق أول سعيد شنجريحار إلى مقر الأركان العام للجيوش الموريتانية حيث أشرف رفقة الفريق المختار بلا شعبان على مرسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جيشي البلدين في مجال تبادل المعلومات بين المدير المركزي لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي عن الجانب الجزائري وقائد فرقة الاستخبارات والأمن العسكري للأركان العامة للجيوش عن الجانب الموريتاني في الختام تبادلت طرفان الهدايا الرمسية